في هذا الفصل سنتعرف على الألقينات وهي المجموعة الثانية من الحيدروكاربون وتعرف بأنها unsaturated hydrocarbons that have one or more carbon-carbon double bonds أي هي hydrocarbons غير مشبعة بها رابطة ثنائية واحدة أو أكثر The general formula for alkenes هي CnH2n H2n هذا الزرات الكربون وبالتالي نجد أصغر الألقينات أو أول مركب في مجموعة الألقينات له الصيغة الجزائية C2H4 ويسمى بالإيثين أيضا نلاحظ أن هذه الصيغة العامة CnH2n توافق الصيغة العامة للسايكلوالكانس وعليه نقول أن الكنes and cycloalkens are structural isomers بمعنى هي إيثومرات بنائية من النوع functional group isomers أي إيثومرات المجموعات الوظيفية بمعنى أن الصيغة يمكن أن تعطي الكين وفي نفس الوقت تعطي سايكلوالكانس أي يدبع لمجموعة أخرى مثال لذلك الصيغة C3H6 والتي تظهر في المثال has two structural isomers أي two functional group isomers أحدهم يدبع لمجموعة الألقينات وهو البروبين وله من structural formula CH3CH double bond CH2 أما المركب الثاني فيدبع لمجموعة السايكلوالكانس وله the structural formula بهذا الشكل الشكل المثلس يسمى هذا المركب سايكلوالكانس لذلك نخلص على عنا الألقينات والسايكلوالكانس are functional group isomers سايكلوالكانس فرداني في حبة francúsica لذلك نتوبة celle سايكلوالكانس